تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة وأولياء العهود عبر سموه فيها عن صادق تهنئه بهذه المناسبة وأطيب تمنياته لهم بوافر الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة اضطراد التقدم والرفعة والرقي متمنيا سموه أن يكون العام الجديد عام أمن وسلام ورخاء على دول وشعوب العالم كافة